أول حد كتب لك كلام اتقابلت أنا واصحابي في الجامعة كان السامح العجمي تعرفت عليه الله يرحمه وردى زايد كان معايا أصلا من وحنا عندنا ست سنين في نفس العمارة بتاعت سبورتني ردى زايد الشعر مش بس ردى زايد كان كمان حمده صيام بتعمصار إجباري كان بيجي يقعد والله العظيم يقعد على حجري كده وبصغنون ويتعلم بالجيتار ومش عارف ايه دولتي طبعا جيتار استهايل يعني لقتي يعني رهيب كمان أشرف السرخوجلي الملاحن هو سوداني مصري بيعمل حاجات خماسي كده احنا تقابلنا بقى في المنطقة دي قلت لسامح كان بيكتب شعر ما تكتب أغنية ما تيجي نجرب أنا كنت زمان قاعدة هرج مع جزعة ماتي منطلعين على كل واحد اسم في العيلة وكت لحن لهم كده حاجات وديقهم بيها كده أجد كومي دي طبعا لو سمعين دلوقتي زمان ومعارفين كل واحد اسمه ايه أنا قلت حاجات كتير مولداش قبل كده يعني غاية من مهاردة عشان تبقى عارفة هو ده المطلوب كنت بضلعها حاجات كدير قاعد هو ده المطلوب بس فبدأت بقى ألحن أغنية بتاعتي أنا ما تفهميش إيه الجنان ده كنت أغنية وقتها المحمي محمد منير جدا طبعا وكنت متأثر بيه بحبه وشايف إن الكلام ده ما تقلش قبل كده هو وفحنا الكلام ده ما تقلش حدش غنى كمية الكلام اللي تغنى ده طبعا طبعا فقد حدد عبر حين منصور طبعا لحنين لأ كلام تقيل يا سامة عبدالله آآ يا سلام سيد حجاب لأ لأ أغاني أنا مش عايزة نسى حد بس يعني مونير آآ اتعلمت حاجات كتير وأعجبت بشكل المزيكة ده آآ وأنا بقى ساعتها كنت بقى أسمع الأغاني بقى الغاربي كتير كانت جاهي بقى بصراحة مش للشرق آآ أسمعنا بقى ألفز برسلي أسمع الحاجات الفرنساوي فاكرة مامي بلو آآ مامي طبعا حاجات دي وبتاع جودا السين آآ 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 حاجات برضو القديمة بقى في الوقت ده بدأنا نسمع بقى الحاجات البوني أم آآ طبعا الآبا كان التلفزيون المصري عطول بيزيع عندنا كان العالم يغني آآ وبرنامج اخترنا لك كان لازم يزيع للبوني أم ويزيع للآبا مزبوط وخولي أجليسيس ويزيعو مزبوط حتى كان فيه آآ أوركسترا كان معاه حد مهم جدا بيلعب مزيكة بس جيمس لاست جيمس لاست برافو عليك آآ يعني دي ثقافة احنا اخدناها من التلفزيون هو بصي أنا ثقافت في الحتة دي قوي أنا وكان لساعدني في كده كمان إن كان ريدا زايد عنده نفس الميول ويمكن ما عدينا رغم إنه شعر آآ ما عديه بيسمع كتير محب المزيكة جدا جدا وفي ضل تقرب من المزيكة جامد جدا حتة دي طب وإمت ابتديت بقى تحقق الحلم أو قدمت نفسك فين أو يعني اخترقت الحلم ده إزاي حققته عملته حقيقة إزاي إن انت تلقيت على المسرحه بقيت نجني معروف ومسكت الجيتار وغيرت الشكله عملت ده إمت وإزاي أول حاجة كانت في الجامعة حفلة في الجامعة بغني كان فيه مطرب صديقي كان هو على المفروض مطرب الجامعة الأول وقتها يسموه جمال جوجو هي جوجو هي جمال وجمال جوجو بس هو اسموه جمال جوجو أوكي أوه برضو عسل يغني دلوقتي في أماكن كده كتير في شرم الشيخ يعني على طول بيكلمني يعني فجمال كان بيغني وقالوه هنعمل حفلة أنت وجمال حسيت إنها مهمة قوي عايز أقوله لسه في الأول تقارفق يعني الفكرة بيحموا الفكرة بيحموا الثقافة بيحموا هويتنا طبعا يحموا البداية اللي هي إنه الطالب أو طالب الجامعة يعرف هويته يأكد هويته طبعا مهم يبقى عنده يحب المزيكة ويعبر عن نفسه ويمثل طبعا مفيش بالحق أي حد يضيع ده طبعا لأنه هو ده ده نوع من أنواع الرأي يعني المزيكة هي هي رأي أنت بتنقلل للناس رأيك وجمال مش بس رأي ده طبعا طبعا تلقم رأيك في الحياة آآ آآ تعبير طريق التعبير جميلة بالضبط صح؟ كل أغنية بتغنيها أنغام إحنا بنحس بيها بنحس إن أنت عايزة تغني الأغنية دي مظبوط؟ فيها شيء منك بالضبط كده آآ وحتى لو مش عايشها الحالة حتى لو موضوعها مش أنت صحيح بس أنت عايزة أنت مصدقة الحالة دي فبتميلي الناس وجهة نظر فكان ساعتها أنا كنت عايزة نقللهم بقى وجهة نظري أنا شايف المزيكة بالشكل فلاني وأنا عملت كنت بعمل أغاني بقى ريجي وبعمل أغاني مثلا ريجاتون بعمل أغاني في الوقت ده كان ممكن نعمل أغنية ديسكو مثلا طبعا كان الوقت ده شغال مش بس مقسوم يعني يعني كنت برضو مصرع عامل حاجة حاجات مختلفة وقتها كان في فرق عندنا اسمها فرقة الحب والسلام فكرة طبعا كويس جدا الاسم هقولك أنا ممكن أنت عارف عن المطرب ياسر شعبان أخو شام نور هو أصلا شام اسمه شام شعبان شام نور شام المناسبة كان معايا في المدرسة الابتدائي شام نور المطرب كان معايا في المدرسة الابتدائي كمان الله فعمل الله نحن نحل ووزعه له حميد فترة دي كانت فترة لطيفة جدا أنا عملت تلعت بقى على المسرح وغنيت ونقلت وجهة نظري وغنيت الأغاني دي ودي كانت البداية الله من البداية دي بقى بدأت أفكر أنها بقى ليك جمهور جوا جمع بالظبط وبعد كده أنت أكيد داد دا لك ثقة في نفسك ودالك يعني دفعة الأولى خلاص عرفت أن أنت مقبول بالظبط فترة دي بقى أنت كنت بتغني دا يعني أنا 87 88 تلت أي وصلت تغنيت ونت صغيرة أول غنيت الركن البيض الهادي في 88 تقريب كانت مكسرات دانية أنا أسألك سؤال بقى أنت كنت حاسة بإيه وأنت بتغني الأغاني دي أن الناس كلها حفظها وعرفها وأنك بقيت نجمة وأنك زغارتها لسنة كان صغير جدا أيوة منت 17 سنة تقريب اشترك في بقات واضشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية تبدأ من 150 جنيه ترجمة نانسي قنقر